اشتركوا في القناة بمناسبة التدشين الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جمال سابنزا الإيطالية والذي يعتبر تخصصا علميا حديثا يضاف إلى العلوم الإنسانية فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في لقائنا هذا الذي ننتهز فرصته لنسجل تقديرنا لجهودكم المتواصلة ومساعيكم الموفقة في نشر الرحمن الرحمن الرحيم والعمل على تحقيق أهداف الإنسانية التي جسدها إعلان مملكة البحرين وتقديم كمرجع عالمي يعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتأكيد على حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك الذي لا بديل عنه لعالم متصالح و وآمن لقد أفرحنا نجاح برنامج عملكم خلال زيارتكم الأخيرة لمدينة نيويورك وتنظيمكم للعديد من الفعاليات لتعريف المجتمع الدولي بالوجه الحضاري والتنوع الإنساني لبلدنا العزيز وبما يحمله من عمق وثراء كما نبارك لكم بهذه المناسبة النتائج الطيبة لأعمال الندوة رفيعة المستوى التي ناقشت دور القيادات الدينية في تهيئة مجتمعات مسالمة التي جاءت مؤكدة على التزام وقدرة مملكة البحرين في دعم الأجندة التنموية الدولية والإسهام بفعالية في تحقيق السلام العالمي ونود بهذا الخصوص أن نشير إلى الدور الرائد لأهل البحرين في تشكيل النموذج البحريني الفريد الفريد الذي يستمد خصوصيته من مواقفهم الوطنية وإرادتهم الصلبة وقناعتهم المستنيرة فهم على الدوام خير من يعبر عن الروح البحرينية الودودة والمتسامحة واليقظة في ذات الوقت لحصانة ومنعة المجتمع من مظاهر التطرف وتبعاته وستعمل البحرين وبعون من القدير لتبقى موطن خير واستغرار وسنسعى مع أصدقائنا وشركائنا ليحل السلام الشامل في العالم وليكون الحوار والتقارب والاحترام والمحبة أساس العلاقات بين الشعوب وكما قال تعالى في محكم كتابه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكل الشكر والتقدير لكم مرة أخرى وأخص بالذكر جمعية هذه البحرين على جهودها في التعريف بقصة نجاحنا الوطنية في مجال العيش المشترك متوجها كذلك بالتهاني للبروفيسور ساكيورو على تعيين استاذا للكرسي الأكاديمي بالجامعة الإيطالية متمنين له النجاح في مهامه الجديدة لدعم وتطوير البحث العلمي والمعرفي في مجال تعزيز التقارب الإنساني لمجسور التسامح والوئام بين الشعوب متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد في سعيهم الموقر لخدمة البحرين وحمل رسالتها لخير العالم واستقراره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ألقى ألقى البروفيسور الإيطالي إلساندرو ساجيرو كلمة العبر فيه عن عميق شكر وتقديره لدعوة جلالة الملك المفدى له لبعض الطلبة من جامعة سابنزا لزيارة مملكة البحرين معرباً كذلك عن شكره لجلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابنزا مشيراً إلى أن الكرسي سيلعب دوراً مهماً في الحياة المستقبلية في الجامعة التي تضم أكبر جالية من الطلبة والأساتذة الجامعيين في أوروبا كما أنه سيساعد على تعزيز جوانب الإلمام الهادفة بعلوم الأديان كما أوضح البروفيسور ألساندرو ساجيرو أنه سيتم تقديم أنشطة كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي على ثلاثة مستويات هي درجة الباكالريوس في التاريخ العلوم الاجتماعية والأديان ودرجة الماجستير في دراسات الأديان إضافة لدرجة الدكتوراه في الأديان والتأمنات الثقافية مؤكداً أن الكرسي سيلقي الدعم من الجامعة وقد وجهت دعوة إلى جلالة الملك المفدى بالتكرم بتشريف حضور حفظ الافتتاح الرسمي لكرسي الملك حمد في العاصمة الإيطالية روما يوم الاثنين الموافق الخامس من نوفمبر في جامعة سابنزا كما أشد البروفيسور ألثاندرو سيجيرو بدعم جلالة الملك لمؤسسة سابنزا والذي مكنها من إقامة العديد من الفعاليات التي ساهمت في تحسين تحسين كبير لرسالتها ودعم البحوث وتعزيز الثقافة والتميز والتوسع في العديد من الفعاليات والمنح الدراسية عبر البروفيسور الإيطالي عن عميق دعمه مساندة جلالة الملك المفدى والاسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المؤسسة الخيرية الملكية المخصص لمؤسسة سابنزا وهي بمثابة القلب لتقديم شتى أنواع المعونة والمساعدة للطلبة لمواجهة كافة الصعاب مشيدا برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الإنسانية وما يتيحه إعلان مملكة البحرين للتفكير من مبدأ حرية الأديان ليس ككلمات مجردة بل كفرصة مواتية واجبة على جميع قادة دول العالم وقال لقد طلعت باهتمام كبير كلمات جلالتكم الشجاعة في إعلان مملكة البحرين فيما يتعلق بالتسامح الديني كمشروع سياسي لمستقبل الإنسانية وأتفق تماما مع رسالة جلالتكم في ختام كلمة عبر البروفيسور ألساندرو سيجيرو عن تشرفه بالمثول أمام جلالة الملك المفدى والخدمة ضمن مشروع جلالته العالمي مؤكدا أنه سيقوم بعمله بكل ما أوتي من طاقة وقوة موسيقى 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 سيدي يا صاحب الجلالة يا ذروة سنام الوطن وقمة شموخه ويا سليل أكارم العروبة وعظيم فخرها أقول يا صاحب الجلالة نيابة عن كافة منتسبي مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين وحولك هذه العصبة من خيرة أبنائك شكرا يا سيدي لعظيم فضلك بأن نقف بين يدي راعي نهضة السلام والتعايش شكرا بأن جعلت التسامح والسلام أول الطريق نحو العزة والمجد والفخار شعوب الأرض يا صاحب الجلالة يسكن الأمن والسلام أحلامهم أما نحن في مملكتك الزاهرة يرقد السلام أعماقنا ويستقر واقعنا لنكتفي بهذا الشرف بأن نعيش أسرة بحرينية حافظة للعهود حاضنة للوحدة الوطنية بعباءتها وبرايتها الخليفية بروحها وبوجدانها وباعتزاز أبنائها فنحن اليوم يا صاحب الجلالة نقف وقفة صناديد حق في كل أسقاع الأرض حاملين نموذجا فريدا في التعايش السلمي والتسامح بين الأديان والأعراق لم يأتي إلا بفضل رؤية حكيمة وبصيرة نيرة لملك من الله تعالى به على هذه الأرض الخالدة جعل من المحبة والتعايش والسلام والتسامح أسسا رصينة وركائز متينة لحكمه قولا وعملا سيدي يا صاحب الجلالة بالأمس القريب وقفت أفود العالم إجلالا واحتراما لحكمة جلالتكم عندما زينت أربقة البيت الأممي في نيويورك بإنجازاتكم في مجال التعايش السلمي فقد وضعتم النقاط على الحروف وقدمتم ما عجز عن تقديمه الآخرون وقدرتم المستقبل برؤيتكم المستنيرة حق تقدير فأشادوا بالأمن وبالاستقرار في البحرين وأكدوا بأنها من أهم الدول الجاذبة للتطور والتقدم والبناء وترسيخ السلام كما وسنشهد يا سيدي في الأيام القليلة القادمة التجشين الرسمي لإنجاز أكاديمي رائد يتمثل بإطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في أحد أعرق وأكبر جامعات أوروبا وهي جامعة سابيانزا الإيطالية التي يلتحق بها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة الكرسي تنافس على شرف رئاسته أكبر الأساتذ الأكاديميين ليضيف تخصصا حديثا في قسم العلوم الإنسانية في تلك الجامعة العريقة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة إنما قدمتموه للبحرين جعلها لا تكون إلا في الصدارة وفي الريادة فردوسا يقصدها الناس من كل صوب تنصهر على أرضها كل الأعراق والأديان والمذاهب والأرواح والدماء نحو هدف واحد وهو بناء الوطن يدا بيد وساعدا بساعد يحلقون في فضاءات العالم بالعلم وبالإنجاز ويتسلحون بالسلام وبالمحبة فطوبى لراع حكم فبنى فأحكم بناءه وهنيئا لشعب ضربت جذوره ميادين العمل وبلغت أفرعه سماء الإنجاز يقف ثابتا بوسام عز على صدره هو اسمك يا حمد هو اسمك يا حمد شكرا شكرا ثم تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى وتشرف أيضا وفض من جامعة سابنزا الإيطالية والبروفيسور الفائز برئاسة كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بالسلام على جلالته بعد ذلك قدم البروفيسور الإيطالي ألساندرو ساجيرو الهدية الرمزية من رئيس المؤسسة البروفيسور بيجيني عبارة عن المنرفة رمز الحكم من قلب الجامعة المرسلة لجلالة الملك من العمادة العليا بالجامعة وهي عبارة عن ميدالية سابنزا التي تمنح فقد لقادة الدول مع إهداء خاص باسم جلالة الملك موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نشعر بالفخر العظيم اليوم للقائنا بجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستقبال رئيس كرسي جلالة الملك بجامعة سابنزا الإيطالية في روما هذه البحرين قد عملت لمدة ثلاث سنوات على هذا المشروع الذي يلقى رعاية مباشرة من قبل جلالة الملك حيث يسعى لنشر ثقافة التعايش والتسامح الديني رسالة هذا المشروع ليست موجه للبحرين فحسب بل هي رسالة للعالم أجمع التعايش السلمي والحوار بين الأديان نقل البحرين إلى مستوى جديد كليا لقد عرف العالم الصورة المشرقة للبحرين وعزز المكانة الرفيعة لجلالة الملك في أعيون الناس كلمات جلالة الملك لامزت قلوب الجميع لما حملته من معاني عميقة على مختلف المستويات مؤكدة على الثقافة التي يسعى جلالة الملك المفدة لنشرها في العالم كافة إنه لشرف كبير أن أحضى برئاسة كرسي جلالة الملك حمد في جامعة سابينزا في روما هذا الكرسي مخصص للتعايش السلمي والحوار بين الأديان سيكون التدريس بالجامعة على مبدأ التعددية الدينية مما يمد جسورا من علاقات الصداقة بين مختلف الثقافات والشعوب نعيش تحت الشعب البحريني الكريم عيشة محبة وإخاء تحت راية الراية الخليفية وقد تفرد سيدي صاحب الجلالة بدعمه الدائم لمسيرة التسامح والعيش السلمي وأيضا نحن نعيش تحت المضلة الخليفية السامية عيشة محبة وإخاء وقد نتج عن هذا نسيج متكامل نعمل يدا بيد دائما ونهبه لرفعة هذا الوطن واستقراره وتطوره اليوم تشرفنا بالسلام على سيدي جهة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل بلاد احنا طلبة جامعة البحرين اليوم أيضا التقيننا بطلبة جامعة سبينزا وتشرفنا باللقاء فيهم وكان لقاء جدا طيب حيث تبادلنا بعض المعلومات بين جامعتنا وجامعتهم عرفنا أشياء كثيرة عن جامعتهم وعرفنا ليش كرسي جلالة الملك الأكاديمي صار في هذه الجامعة كون الجامعة عالية